جلسة كان هدفها الحديث عن التهديدات المحدقة بالولايات المتحدة لكنها سرعان ما تحولت للحديث عن إقالة مدير مكتب التحقات الفيدرالي FBI جيمس كوبي والتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية توقيت إقالة كومي مقلق لي ولعدد كبير من أعضاء هذه اللجنة من الحزبين فهو كان يقود تحقيق من حول أي صلة بين حاملة ترامب الانتخابية والحكومة الروسية وما إذا كان هناك تواطئ بينهما للتأثير على الانتخابات بالنسبة للكثير من الأشخاص بأن فيهم أنا من الصعب تجنب الاستنتاج أن قرار الرئيس إقالة كومي مرتبط بالتحقيق وهو أمر غير مقبول فكومي كان من المفترض أن يحضر الجلسة الدورية التي تعقدها اللجنة بحضور رؤساء الاستخبارات الأمريكية إلا أن إقالته حالت دون حضوره الأمر الذي أدى إلى موثول نائبه أندرو ميكيب ومدير الـ FBI بالوكالة والذي أكد لأعضاء اللجنة أن التحقيق بالملف الروسي لم يتوقف كما تعلمون إن عمل عناصر الـ FBI سيستمر على الرغم من التغييرات في العامل والقرارات إذن تحقيقاتنا لم تتوقف لا يمكنك أن توقف عناصر الـ FBI من فعل الصواب وحماية الدستور ميكيب الذي نفى أن تكون هناك أزمة ثقة بكومي في مكتب التحقات الفيدرالي تعهد بإبلاغ اللجنة في حال حاول البيت الأبيض التدخل في التحقيق بالملف الروسي في وقت أعرب به الجمهوريون عن قلقهم من محاولة روسيا التأثير على الانتخابات الأمريكية هل تشاركوني الرأي في أنه وحتى ونحن نتحدث عن اتخابات العام 2016 فإن جهود روسيا للتأثير على نظامنا مستمرة وأن روسيا لا تزال حتى الساعة تحاول عبر طرق مختلفة التأثير على الحوار السياسي والقرارات التي نتخذها في الولايات المتحدة خاصة تلك المتعلقة بمصالحها في المنطقة وأن أفعالها هذه تشكل تهديدا مستمرا في المستقبل